حددت وزارة السكن والعمران والمدينة مساحات شقاق الترقوي المدعم التي على أساسها ستشيد المشاريع والتي على المقاولات الالتزام بها شقا من غرفتين على مساحة 50 متر مربع شقا من ثلاث غرف على مساحة 70 متر مربع وأربعة غرف على مساحة 85 متر مربع وزارة السكن وفي تعليمة مشتركة مع وزارة المالية ضبطت أسعار الشقاق حسب التصنيف والولايات حيث تكون كالآسية العاصمة وهران، عنابا وقسنطينا أسعار الشقاق ستتراوح بين 250 مليون إلى 440 مليون سنتيم الهضاب العليا حددت أسعار الشقاق بها بين 220 مليون إلى 390 مليون سنتيم الولايات الجنوبية حددت أسعار السكنات الفردية بها ب 260 مليون سنتيم أما باقي الولايات الوطن فقد حددت أسعارها بين 230 و 410 مليون سنتيم هذا ويتكفل الصندوق الوطني للسكن بدفع أتعاب المراقي العقاري حسب تقدم الأشغال عكس ما كان معمول به في السابق المكتثب لن يسلم المبالغ المالية للمراقي كما ستخضع المشاريع لرقابة ومتابعة صارمة من مدير السكن يتم على أساسها دفع مستحقات المراقية ويلتزم المراقون بمجموعة من الشروط على غرار ضرورة ضبط الأسعار الخاصة بالشقاق وأن لا يسجل على عاتق المراقي تهرب ضريبي مع تقييم المبلغ الإجمالي للمشروع إلى جانب تقييم الوعاء العقارية المراد تجسيد سكنات الألبية عليها كما ألزمت التعليم المراقي العقاري وقبل الشروع في عملية البناء أن يكون قد تخلص من أتعاب مكاتب الدراسات ومكاتب التوثيق التي تعامل معها إضافتان إلى مسحقات أصحاب الأرض في حال ما تمت عملية تشيراء من الخواص